عدنا لحضراتكم مرة اخرى ذكرى ستة وسبعين على النكبة ضيفي في هذه الفقرة دكتور ايمان رقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس اهلا بك اهلا بك محمد ستة وسبعين سنة انا شخصيا تعبت يعني ابوي عاشها وما شافناش حل صحيح وانا عايشها وانا بقولك عايشها وانا اتعامل معاك وانا مقدرش يعني شعورك انت الشخصي اساسا أنت نفسك عمرك مش 76 سنة فأنت ولدت وأنت تعيش أزمة مستمرة ومش شايف لها حل حكيلي أولا عن هذه الحقبة التاريخية وحكيلي عن الضول المصري فيها في الفترة دي يعني بعد التحية لك مرة أخرى خمحمد ولكل السيدات والسادة المشاهدين وتبعين الكرام 76 عاما بالفعل من نكبة فلسطين وضياع طبعا أولى القبلتين مثلت الحرمين سيطرته على الذي نجاء من أسقاع الأرض طبعا بتسجيع وحماية من دول كبرى مثل بريطانيا والتي رخصت لهم كل ذلك منذ وعد بلفور مرون بالانتداب وقرار التقسيم 181 الذي شرعنا الاحتلال وهنا وقع الظلم التاريخي ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط من وعد بلفور أيضا من هذه المؤسسة التي ولدت لتحمي مصالح كل دول العالم وهي للأمم المتحدة أصدرت قرار التقسيم 181 والذي قسم إلى ثلاث دولة يهودية على 52% من أرض فلسطيني التاريخية دولة عربية على 46% من أرض فلسطيني التاريخية و 2% مدينة القدس مدولة دولية الاحتلال في عام 48 احتل 78% من أرض فلسطيني التاريخية وصمت هذا العالم الذي شرعنا هذا الاحتلال ثم عاد مرة أخرى بالاعتراف عام 49% بدولة الاحتلال بمحتلة عام 48% وهنا سقطت حتى الأمم المتحدة في قرار التقسيم حتى من أحتلال طبعا أنا يمكن من ضمن أنا كشخص أنا أجدادي من ضمن اللي هاجروا من يافا عام 48% وعشنا طبعا هذه القصص مع أجدادي رحمهم الله ومع والدي رحمه الله الذي كان يحدثنا عن جمال فلسطين وكيف طبعا كانت بالنسبة لهم مكان يعيشوا فيه بسلام مع كل الديانات حتى لم تكن هناك حتى هذا التمايز في الديانات السماوية أو غير السماوية في فلسطين كانت هناك حياة بشكل عام تعيش بطبيعتها والناس طبعا يعني تعيش في حياة مزهرة بشكل عام ثم جاء الاحتلال وأحدث كل هذه الحالة من الشرق والدم اليوم 76 عاما يعني الإسرائيليين كانوا يتحدثون بشكل واضح الصهيونية أن الكبار سيموتون والصغار سينسون طبعا الكبار ناتوا رحمه الله والصغار لم ينسوا بالعكس نحن نتورد جيل بعد جيل يعني أنا على سبيل المثال لازال في منزلنا مفتاح اللي طبعا منزلنا قبل أن تهدى منزلنا مفتاح الذي ورثته عن جدي عن منزله في يافا بوكبير هذه الصورة النمطية غزة على سبيل المثال يعني هما هما توقعوا أن انتوا حتنسوا بالضبط كجيل جديد إنما هما الوقت بيواجهوا المشكلة والأزمة الحقيقية وهي أن الشعب الفلسطيني لم ينسى أرضه لم ينسى القضية وتوارث التاريخ بتاعها وتاريخ ارتبطه بالأرض بالضبط جيل بعد جيل ده اللي حيقودني بقى معاك للفترة حاليا فاكر لما احنا تقابلنا وقلت لي هما بيرهنوا غلط صحيح احنا مش هنسيب أرضنا صحيح هل ده جزء من هذا التوارث بالتأكيد يمكن غزة وهي اللي كنا بنتحدث عن الدور المصري بصراحة لأنه احنا تحدث لما تحدث عن دور المصري أصلا في فلسطين مصر تدرك أن فلسطيني خط المواجهة الأول لحلم الصهينية اللي حتى لا زالت في خارطتهم الرئيسية يعني لو دخلت الكنيسة الإسرائيلية الخارطة الرئيسية موجودة هي دولة إسرائيل الكبرى التي تمتد من الليل إلى الفرات لا زال في حلمهم رغم تراجع فكرة يمكن أنا لا يتفق معي كثيرون من فلسطين ولكن قد لا يتفق معي مصريين أو عرب أن الرئيس السادات عندما ذهب إلى التفاقية كامديفيد هو كسر هذا الحلم كسر حلم الصهينية الكبرى عندما لأول مرة ينسحب من أراضي احتلوها ولأول مرة يتراجع هذا الحلم بدل من التوسع للانكماش كانت هذه فلسفة محددة البعض لا تعجبه لكنها حقيقة الأمر أن رئيس السادات رحمه الله كسر هذه الفلسفة لكن كما أشرنا مصر قدمت تضحيات جسام للدفاع عن فلسطين وكانت تدرك أن فلسطين هي خط المواجهة الأول وأن الحلم الصيوني سيتتسع لذلك كانت حرب 48 ارتقى ألاف من الشهداء طبعا العرب بشكل عام مصر بالتحديد التي كانت طبعا أنها أكبر دولة فيها المنطقة بالتأكيد طبعا سيكون مشاركتها أكبر فلسطين على حدودها الجغرافية فبالتالي الجغرافية السياسية تفرض جهد أكبر في عام 67 في حرب 56 ما تحدث العدوان في كل هذه المراحل حتى حرب 73 التي كسرت شوكة الاحتلال وهي كانت تخوض حروب لأنها تدرك أن الاحتلال هو مطمع التوسع بشكل كبير جدا يمكننا أن ننتقل من الماضي إلى الحالي يعني لنكون بما يعيشه الجيل الحالي اليوم في هذه الحرب أولا غزة على السريع التي تواجه الآن عمليات النكبة الجديدة في ضر 76 عام من النكبة من 65 إلى 70% من سكان قطاع غزة أصلا لاجئين يعني دوية إجدادهم جاءوا من مناطق مختلفة جزء من المناطق قريبة لغزة وجزء من المناطق الساحل الممتدة حتى يافى فهؤلاء الذين جاءوا إلى غزة يدركوا أن عودة سيرورة النكبة مرة أخرى غير واردة في حساباتهم يمكن أنا دائما هذا طبعا اعتراف بالحق الموقف في مصر من الأيام الأولى الحرب ماذا قال نتنياهو قال يجب أن يغادر الفلسطينيين قطاع غزة باتجاه مصر وردد ذلك وزير حربو غالنت وردد ذلك رئيس سيئة أركانو هرساليف مصر ماذا قالت قالت نحن لن نسمح بشطب القضية الفلسطينية من خلال التهجير القصري ثم لاحقا أكملت الطوعي وهذا له دلالات هذا طبعا بصراحة صلى بالموقف في الفلسطيني يعني لو كان هناك نسبة تردد قتل هذا التردد وأنا تواصل مع أهلي في غزة قالوا لي كثيرون منهم يعني أهلي وأصدقائي نحن لن نذهب إلى سيناء لو ذهبنا إلى سيناء سنحدث النكبة الجديدة التي ستنتهي القضية الفلسطينية وبالتالي نحن نحترم أهلنا الذين تحملوا الموت والخوف في فلسطيني عام 48 وظلوا هناك واليوم أصبحوا قرابة 2 مليون شوكة في حلق الاحتلال نحن لن نخرج من هذه الأرض سنبقى في هذه الأرض وسنستمر في هذه الأرض لذلك أخي محمد وأنت ترى حجم القتل في غزة وحجم الصمود الذي يواجه يعني أنت اليوم تتحدث عن مليون نصف فلسطيني يزيحوا على الحدود المصرية لم يشتازوا الحدود لم يقترب منها بل بالعكس البعض كان يقترب بالليه تسامر مع الجدود المصريين ويتحدثون عن يعني شفنا الفيديوهات والشباب المصري كان بيعدلهم الخراطيم المية ويستحنوا الموبايلات ولم يفكر أي منهم أن يشتاز هذه الجدار خالص هو مش عايسي بأرضه بالضبط هذه التجربة اللي سقلت لكن أيضا كما شارت النظور المصري القيادة المصرية على لسان السيادة فخامة الرئيس عبدالفتح السيسي والقيادة المصرية قالت بشكل واضح التهجير القصري والطوعي مرفوض لأنه حتى لو جيت إلى سينة ويمكن تحدث بشكل عام أن هذا سينصف عملية سلام لكنك إذا أزحت كتلة سكانية إلى سينة أيضا حضر الأمريكان فهذه الكتلة السكانية أنا لا أستطيع أن أمنح أن تقاتل الاحتلال إذن اتفاق السلام انتهى لأنه لا أسمح لك أن تضرب أرضي وهذا كان له دلالات لمن يعلم بالسياس لكن هذا صلى من الموقف الفلسطيني الذين أصروا أن يبقوا في فلسطين ويتحملوا عملية الموت اليوم بشاعة المظهر يمكن في منذ عام 22 حتى عام 47 كانت هناك تنشط منظمات يهودية مثل هجنا إتسل ليح وغيرها منظمات السونية اللي كانت تقتل الفلسطينيين جزء منه يضطر أن يهرب لهم ليس لديهم من يحافظ لهم جزء على أمل أن يعود كما وعادهم العرب بعد أسبوعين ثلاث أخذ منفتيحه بعض حاجات وترك باقي منظم جزء صمد في هذا الأرض وتحمل المعاناة كما أشره طب اليوم هذا المشهد اللي عاش الفلسطينيين في تقريباتهم الأولى عام 48 هو ده جزء من دعمهم الشخصي لنفسهم وتأكيد نحن لأ مش هنمشي المرادة لأن اللي حصل دام لا يجب أن يتكرر بالضبط لن يجب بالضبط وده بالضرورة بيقودنا إلى الدعم المصري ليس فقط الدعم الاستراتيجي والمعناوي والسياسي ولكن أيضا المليون ونص دول كانوا معتمدين على خط الحياة القادم من معبر رفح المصري صحيح يعني أنا يمكن لو انتقلنا إلى الموقف المصري في موضوع الشعبوي والرسمي في موضوع الدعم المساعداتي لغزة دائما نقول ممكن تحدثنا كثيرا في هذا الأمر عندما أزيح دي الكتلة السكانية إلى منطقة رفح والناس تمسكت في أرضها في رفح في اليوم الأول للحرب كان البيانة الخرجية الأول نحمل احتلال مسئولية أحداث سبع أكتوبر وهذا اللي أغاضي الإسرائيليين بصراحة كل أغاضهم كل محاولات الإسرائيليين تارة في محكمة العدل الدولية يتهم مصر أنها أغلقت المعبر ونحن بالتفاصيل ده لسه أنه مبارح مطلعين بيقولك مصر يلا أغلقت معبر رفح بتضبط بتضبط لا ويقولك افتحه ويفتح الجداء ويفتح الحدود يعني حجم الوقاحة اللي لازال يعيشه أولاء المتطرفين داخل دولة الاحتلال ينم على إما هم منفصلين عن الواقع أو أنهم يستخفوا بكل شيء طب اليوم يتحدث عن في اليوم الأول للحرب بدأت الحرب أول 150 شاحنة بتقرير رسمية هي كانت شاحنات من مصر من الشعب المصري ومن الحكومة المصرية يعني حتى النجوع والقرى جمعت تبرعات للشعب الفلسطيني قد لا يكون لديه غدائه لليوم التالي هو تقدم نصف غدائه للشعب الفلسطيني وهذا بصراحة كرم تعودناه من الشعب المصري طب اليوم هذه الشاحنات اللي وقفت على الحدود لم يستطيعوا إدخالها لأن الإسرائيلي رفضوا مصر لأول مرة نتحدث عنها معك استخدمت الدبلوماسية الخشمة قالت نحن لن نسمح للأمريكان مش لغيرهم بخروج الرعاية الأمريكان والأوروبيين وغيرهم من قطاع غزة إلى بإدخال المساعدة وبالفعل بعد هذا الموقف أقل من سبعين تم السماح بإدخال المساعدة سيحن الكميات قليلة ولكن مصر قالت لن نسمح بجوع الفلسطيني البعض طبعا يقول بالإمكان إزاحة طبعا من لا يدرك خطورة أن تفتح الحدود يقول ذلك لأنه لو فتح هذه الحدود طبعا هذه طبيعة بشرية قد نجد الناس تذهب باتجاه وكانها تأتي للتسوق من مصر والتعود كما حدث عام 2008 لكن هذا سيكون بمثابة إزاحة كبيرة جدا للكتلة السكانية من غزة إلى مصر ولذلك كانت مهم جدا أن تبقى الحدود مغلقة لضمان عدم يعني لو حد الحقرات نحن نحضرين فيديو جراف كده للجهود المصرية لمنع تصفية القضية الفلسطينية نشوفوا مع حضراتكم ونرجع تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الغل في قلبهم اللي مزروع الوحشية في قلبهم والكراهية في قلبهم ونقلا عن الزميلة القاهرة الإخبارية مجموعة من المستوطنين هجموا شاحنات مساعدات جاية منين بقى تتجه من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة بصوا الضرب بصوا اللي بيحصل بيمنعوا هذه المساعدات البسيطة والقليلة خدوا بالكم انت عشان تطلع من الضفة وتعدي إلى قطاع غزة لازم هتعدي في الأراضي اللي بتلقوا عليه الأراضي الإسرائيلية بهو طلع في قلب الضفة المستوطنين خرجوا من المستوطنات وهاجموا هذه الشاحنات ولا يودوا أكل للناس دي الحاجة استرقومي وبالتالي أنت أمام وقع أنا بالنسبة لي هو دمر النظام العالمي يعني هو النظام العالمي كده بالشفى خلاص صحيح يمكن الحرب هذا محمد كانت تكاشف أن النظام العالمي طبعا بلا قيمة بلا تأثير وعندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي يصبح عاجز يعني اليوم اتحدث عن 8 شهور من هذه الحرب 222 يوم نقترب على نهاية 8 شهور ويمكن في البداية قلنا قلت لك في يمكن في أول حلقة ومتحدثنا عن الحرب آخي محمد قلت لك الحرب قد تستمر عام بالحد الأدم أنت كنت معايا فعلا هنا آه والبعض استغرب بالحد الأدم عام والحد الأدم أنا استغربت بالضبط حتى لن يوم 8 شهور من هذه الحرب ونرى هذه البشاعة منه يعني اليوم اتحدث عن غداء يدخل بالأمس بعد معاناة يدخل قرابة 56 شاحن عن طريق معبر رفح باتجاه كرم أمسالم إلى طبعا رغم أن احتياج الضفة تبقى لي الإحصائيات غزة نأسف تبقى للإحصائيات بتاعت منظمات الدولية على الأقل 350 شحنة يومية وكان يدخلها قبل ذلك 800-900 شحنة يومية قبل الحرب وهي لأنه بتعرف في جزء منه مش غذاء فقط تجارة تجارة وحاجات يعني مسلزمات الحياة أنت اليوم هذي كل مسلزمات الحياة التغت يعني بنسميها عن حاجات استهلاكية الزيادة التغت اليوم كل تركيزك كيف تدخل تؤمن مأكل في غز ومشرف في غز فقط يعني باقي الكماليات مش مطلوبة في غز يعني الملابس لم تعد تدخل غز احتياجات الطفل الخاصة لم تدخل احتياجات المرأة الخاصة لم تعد تدخل غز وبالتالي أنت الآن كل من أهمك تدخل دقيق رز بقوليات معلبات أكله بس أقل قليل أكله مياه وبالتالي أنه لا حتى مياه الشرب نتعود طبعا كميات قليلة جدا الموجودة وحتى عند الاحتلال حاول أن يصلح خطوط بالابتزاز اليوم الكتلة السكنية يعني حسب التقارير تم خروجها من رفح واليوم الاحتلال يصل قرابة نصف رفح بنظرية بقعة الزيت هو الآن فيش ضجيش بالتجاه احرافع وهذه الفلسفة اللي عملها الاحتلال اليوم قال نحن سندخل رفح وقيل أنها عملية محدودة وبدأت مثل بقعة زي تتسع بشكل تدريجي حي جنين حي السلام الشوكة معبر رفح ثم بدأت تتدرج حتى بالأمس وصلت إلى شارع صلاح الدين هو الشارع الفاصل الذي يفصل بشكل أساس شرق رفحا غرب رفح يعني في عمق تقريبا 6 كيلو عايزة تصف للمشاهدين رفح حجمها قد ايه كمدينة 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 طولها من البحر حتى السلك الشيك بيننا وبين الاحتلال الإسرائيل قرابة 14 كيلو متر في عرض مدينة رفح مدينة رفح في عرض تقريبا 5 كيلو يعني في مجملها من 60 إلى 70 كيلو متر هذه كل مساحتها مربع 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 الآن الاحتلال عند وصوله إلى معبر رفح كانت المسافة التي قطعها من الحدود إلى معبر رفح قرابة 3 كيلو ونص اليوم امتد اقترب إلى قرابة 6 كيلو يعني أيضا مشى أو زحفه بدباباته وجنوده قرابة 2 كيلو ونص حتى وصله شارع صلاح الدين في عمد تقريبا تقريبا نصف رفح الآن الكتلة السكنية تزاح باتجاه تل السلطان والمناطق الحدودية البحرية لرفح وهذه المناطق الآن تزاح بها هذه الكتلة غاد الرفح منذ بدء الحرب بالتقدير الأولي من نصف مليون إلى 600 ألف إلى أين ذهبوا جزء ذهب إلى خنيونس مناطق طبعا منزلهم مهدمة ومناطق خراب جزء ذهب إلى المعسكرات الوسطى هي الزوائد المغازي دير البلح النصيرات وهذه المناطق بالأمس الاحتلال ماذا يفعل الآن الضجيج باتجاه أن الرفح ولكن يقوم في هذه الفترة السبع أيام الماضية عمليات في جباليا عمليات في منطقة الزيتون في غزة عمليات اغتيال في النصر أول أمس ضربة منزل استشدى فيه قرابة 40 فلسطيني في ضربة واحدة في جباليا عشرات في غزة إذن هو الناس نظرها أو العالم ينظر باتجاه رفح وأن العملية في رفح لا زالت صغيرة ويمارس عمليات القتل في مناطق مختلفة في غطاء في كل منطقة حتى من فيها الضفة بيتم داما هذه الضفة موضوع ثاني وصراع آخر هو صراع أساسا في الضفة والقدس غزة لم تكن لم تكن في حساباته منطقة الصراع والاحتلال للغذاء أخي محمد يمكننا تحدث خرج الهواء هو غدى وعينه أن يرحل ويصف القضية الفلسطينية في الضفة الغربية بالقدس والكتل السطنية اليوم في الضفة الغربية والقدس يعني نصف مليون مستوطن أو ستمائة ألف مستوطن في قلب الضفة الغربية ويصادروا أكثر هم يضعوا يدهم على أكثر من 80% من الضفة الغربية أكثر من 80% يعني لو اتحدثنا مناطق سي 60% هي تحتش الإدارة المالية الأمنية عفوا والإدارية الإسرائيلية ومناطق بي اللي تقرابت أكثر من 22% هي تحت السيادة الأمنية الإسرائيلية والإدارية الفلسطينية ومناطق اللي هي تقرابة من 16% إلى 18% تحت الإدارة الفلسطينية وهو يعتدي عليها أيضا وكان كل همه أن يطرد الكتلة السكانية من الضفة الغربية باتجاه الأردن لكن لذلك قلنا أن تصليب صمود في غزة وليمنع الهجرة من غزة لو نجحت الهجرة في غزة فعلى الضفة الغربية السلام ملقص انتهت الخضية الفلسطينية خليني علشان الوقت بتاعنا نعود مرة أخرى إلى وماذا بعد الأمم المتحدة الدولة الوحيدة اللي وقفة قدام العالم كله لمنع انضمام فلسطين رسميا إلى الأمم المتحدة كدولة هي أمريكا يعني أنا أعتبر أن يمكن اعتبرنا أنه انتصار دبلوماسان تقرر جمعية العامة ب143 صوت منح فلسطين يعني حتى مش منحها توصية بالذهاب إلى مجلس المال أنه مش صلاحياتها بالنظر في منح فلسطين عضوية كمان طب لن نعتبر نحن حصلنا على العضوية كمان أنا لا أستخفى هذا المرهم مهم جدا لكن هي بداية لصراعة طويل قد يمتد على السنوات من أجل قيام هذه الدولة نحن سنأخذ شرعية أن العالم ظالم العالم الذي رأينا يحرك جيوشه للدفاع عن أوكرانيا الآن أمام هذا المشهد لا يتحدث حتى عن وقف هذه الحرب ضد شعب أعزل وحروب الإبادة الجمعية يمكن حروب الإبادة الجمعية التي مرسل ضد الشعب الفلسطيني في أربعينات وثلاثينات القرن الماضي لم تكن هناك كاميرات ولا ميديا ولا من ينقلوا صورة اليوم ولم قالوا ما ما سجلوهاش إنه جانو الصايد بالضبط سجلوا اليهود في الهولوكوست اللي مش موجود غير صور عندهم واللي عدد من استشهدوا فلسطينيا يفوق من قتل من الهولوكوست عشرات المرات ورغم كل ذلك يعني بالأمس جاك سيلوفان قال حتى لا لا يوجد لدينا دليل أن هناك تمارس إبادة جمعية ولا يريد أن يرى أن مقابر جمعية في غزة في خانيونس وجدوا مقبرة جمعية 301 فيها في مستشفى الشفاء أكثر من 500 شهيد دفنوا أحيا في منطقة جباليا كل هذه المشاهد لا يريدها حتى أعداد الشهداء هو لا يريد أن يقتنع بها يقول هذه المعلومات مضروبة مضاربة إذا سيئا أن نشرت في نشرة أخبارها 14 ألف صورة للطفل فلسطين وهي وكالة أمريكية وكانت من ضمن الوكالات التي أصلا هي تدور في فلك السهيني ورغم كل ذلك لم تستطيع الصمود واليوم الحراكة الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية ماذا حركوا حركوا الإعلام الحر الذي لعب بطريقة استغل نسميه رغم كل التعمية استغل الثغرات الرقمية نتمكن من السوشال ميديا السوشال ميديا بالضبط على التوك توك اليوم التوك توك يمارس حرب يمكن عجبني اليوم ما قال كتبه أحد الكتاب في الأهران عن صراع التوك توك في أمريكا يقول لك هذه المناصة لوحدها أحدثت إزعاج لبايدن والديمغراطيين بشكل كبير جدا وتخسر شعبيته اليوم العالم هذا ينتقل من الطلاب إلى عالم الفن في أمريكا المهم بالنسبة كثيرون جدا سحب المتابعات يعني اليوم العالم الكثيرين ليس من العالم العربي من كل الأحرار في العالم يسحب فقط المتابعات لشركات ولمفننين ولشخصيات سياسية وشخصيات أخرى في العالم من المؤيدين لاحتلال إسرائيل بدأ يؤثر بشكل وباخر لكن نحن عندما نعود إلى المجتمع الدولي نحن ندرك أخي محمد أن هذا المجتمع الذي ظلمنا منذ عشرات سنين قبل النكبة هو لن ينصفنا بشكل وباخر هو لا ينصف الضعفاء لكن لذلك أنا أأمل أن نكون بالفعل كعرب نستطيع أن نثق في ذاتنا نحن نستطيع أن نفعل كثيرون ليس فقط كعرب لوحدة عرب لدينا أصدقاء في العالم كثيرون يمكن مهم جدا ونحن على أعتاب طبعا غدا قمة المنام أن ينظر العرب إلى ثقة لهم أنا أقول لك أن نحن لدينا ثقة كبير جدا هذا الفصيل الفلسطيني الواحد أو الشعب الفلسطيني الذي يقاتل في غزة هذا جزء من هذه الأمة وهذا جزء من شروع الأمة وقبوتها هذه الأمة التي كسر على شوكاتها كل الغزاء بالتاريخ أين المغول أين التطار أين الصليبيين أين أين كلهم انتهوا ولكن لذلك بإمكاننا أن ينتهي هذا الاحتلال وصلفه إذا أصبحنا كعرب كتلة واحدة اليوم أنا حزين حتى الآن لم نستطع نشكل وحدة عربية حقيقية اتحاد أوروبا بثقافات مختلفة لا ما هو إحنا هناك وحدة عربية بشكل أو بآخر ولكن أنت تتحدث على تكامل اقتصادي وغيره في كل المجالة بالأكيد هي أحد أحلام الدول العربية ولكن سؤالي الأخير وسريعا هل تتوقع أن تتغير اللغة التي سيستخدمها الزعماء العرب غدا بسبب ما يحدث في غزة أتوقع؟ لا بصراحة لا أتوقع أتمنى 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 لكن لا أتوقع لأسف الشديد وما أخشى أن تقدم مبادرة عربية معدل مبادرة عربية للسلام كما نوقشت في السوداسية العربية تتحدث عن تعديلات في الحدود دولة منزوعة السلاح في ظل نحن نقدم عرض سخي في ظل وجود يمين متطرف في دولة الاحتلال اليوم نتنيه قطع على الجميع عندما قال نحن لن نعترف بالدولة الفلسطينية دكتور أيمن رقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس شكرا جزيلا شكرا جزيلا في هذه الفقرة بشكل حضراتكم على المتابعة هنكمل مع حضراتكم بكرة بإذن الله وحنتابع معاكم ماذا يحدث في اجتماعات القمة في البحرين الحياة اليوم ترجمة نانسي قنقر